يعيش العالم أوقات مخيفة حالياً مع انتشار فيروس كورونا الذي يهدد بنهيار أنظمة صحية بعينها ما دفع دولاً كثيرة لاستشعار هذا الخطر والعمل على حماية مواطنها وحتى المعتقلين في السجون لكن ماذا عن سوريا؟ كرثة أخرى تضاف للقصف والنزوح تبدو هناك أكثر فجاجة مع نظام لا ترتقي تدابيره لمستوى الوباء المنتشر لسيما مع أعداد معتقل الرأي الكبيرة منذ بداية الثورة المهددين اليوم أكثر من غيرهم بانتشار الفيروس المميت بينهم في سجون النظام سيئة الصيت والسمعة هذا الواقع الصعب دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السوريين تعسفاً في سجون النظام بمن فيهما نساء والأطفال وكبار السن إلى جانب الأمريكيين منهم أيضاً وأشار بومبيو إلى أن الظروف التي يعيشها المعتقلون في سجون النظام تساعد على انتشار الوباء مع حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية داعياً إلى السماح للمنظمات الطبية والصحية المستقلة بالوصول إلى هذه السجون الصمت عن الواقع المأسوي هذا في سجون الأسد لم يختلف عن خارج قطبانها حيث أعلنت وزارة صحة نظام عن حالة وحيدة مصابة بفيروس كورونا الحمد لله الجيش العربي السوري تأخر كثير من الجراسين الموجودة على أرض سوريا ونحن كقطاع صحة وجيش صحي أنا بتشكرهم كثير لهذا الأداء بتوافق مع التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية والشرطية هذا الموضوع أنا بقلون أنه نحن في سوريا حتى الآن لا توجد أي إصابة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة في بلد مفتوح مثل سوريا أمام دخول آلاف المقاتلين من الميليشيات الإيرانية والعراقية والأفغانية دونما قيود يبدو هذا تكتم كارثيا على جميع السوريين في مناطق سيطرة النظام الذي سمح أيضا لتلك الميليشيات بإدارة معتقلات سرية تابعة لها الأمر الذي يزيد من احتمالات انتقال فيروس كورونا للمختفين قسرا عبر سجانهم